تقوص اجتماعية خاصة يتميز بها موسم جني محصول الزيتون حيث يجتمع أفراد العائلة في الحقول بعد أن يفرغ الجميع من أعمالهم الخاصة لإنهاء قطاف الزيتون يصعد أحمد السلالة مالخاصة بقطاف الزيتون للتأكد من انتهاء العملية عند كل شجرة والانتقال إلى واحدة جديدة هذا موسم قطاف الزيتون هذا الموسم نجي الصبح بكير الساعة خمسة تقريبا أو ستة الأهلا في الوقت يكون برد ستة ونصح حيانا نتأخر بشأن الندى أول بداية نلمح تحت الشجر يكون في زيتون بالأرض نلمه نمد المادات ونحطه للسيب السلم يطلع الشب على السلم وشب بقلب الشجرة يتواجهه بالمشط والعود كمان ينفع نبلش نحوش فيه شجر كبير وفيه شجر حامل وفيه شجر نص حامل يعني تقريبا ثلاثة ربعا الساعة لا يتوقف جني محصول الزيتون على أصحاب الأراضي فالعديد من الأشخاص يجدون في استثمار الأراضي لمدة عامين فرصة مناسبة للتجارة وتحقيق الأرباح والله الحمد لله قطاف الزيتون كويس الحمد لله والأرض ما شاء الله تقريبا شيء ألف شجرة وأني ضمنها من المجلس المحلي والحمد لله رب العالمين يعني موسم كويس الحمد لله تبدأ عملية القطاف منتصف شهر تشرين الأول من كل عام وتستمر حتى نهاية كانون الأول ومعها تبدأ المعاصر بفتح أبوابها أمام المزارعين واستقبال محصولهم يعتبر موسم جني الزيتون الأهم لدى أهالي عفرين فإلى حين انتهائه تؤجل الأعراس وشراء العقارات والسيارات فهو المورد المالي الرئيس لأغلب الأهالي حيث تعد عفرين من المناطق الأشهر بزراعة الزيتون في سوريا ويوجد بها بحسب مصادر متعددة أكثر من 13 مليون شجرة هذه تطين تلفزيون سوريا منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي